على خلفية شنها ضربات عسكرية استهدفت مواقع فصائل تابعة لإيران شرقية سوريا أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لجأت لهذا الخيار بعد ثبت عدم جدوى الخيارات غير العسكرية لصد التهديدات من جانب تلك الفصائل التأكيد الأمريكي جاء خلال رسالة وجهتها الممثلة الدائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في آب أغسطس الماضي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي جرينفيلد أوضحت في الرسالة أن بلادها شنت ضربات وصفتها بالدقيقة ضد مشاءات شرقية سوريا تستخدمها فصائل مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تحولت إلى تهديد لحياة أشخاص من أمريكا ومن دول التحارف الدولي وأشارت جرينفيلد أن الهدف من العمل العسكري الذي اتخذته واشنطن هو حماية أفرادها والدفاع عنهم بالإضافة إلى تعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد أمريكا وردع تلك الفصائل عن شن أو دعم المزيد من الهجمات وشددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على أن بلادها ستبقى مستعدة لاستخدام القوة الضرورية والمتناسبة في الدفاع عن النفس لصد ما يقع مستقبلا من تهديدات أو هجمات وكانت القيادة الأمريكية الوسطى قد أعلنت أواخر شهر آب غسطس الماضي تنفيذها هجمات شرقية سوريا أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين وتدمير سبع قاذفات صواريخ تنفيذها هجمات